السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن اداة جميلة جدا من خلالها هتقدر تعمل ازالة او فك لحماية المعالجات الخاصة باجهزة اوبو والحملة لمعالج ميدياتك كان في شرحة قبل كده نزلته على القناة ازاي تقدر تفرمط اجهزة اوبو عن طريق اداة مجانية اللي تكلمني عليها قبل كده النهاردة معنا التحديث الاخير لالاداة دي زائد ان تم اضافة اجهزة كتير جدا للاداة يلا بينا على طول علشان نعرف حنشغل الاداة ازاي ونحل كمان المشاكل اللي الناس كتبتلي عليها في التعليقات يلا بينا على طول نبدأ الشرح ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زرار الجرس يلا بينا اهلا بينا اهلا بينا اهلا بينا معنا النهاردة مرة تانية والنهاردة هنتكلم عن الاداة لازالة حماية معالجات اا اوبو الخاصة بمعالجات الميديا تيك او امي تيكي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده هتلاقي رابط تحت الفيديو هتحمله وزي ما عودناكم الرابط كلها هتكون بدون اختصار رابط وبدون اي مشاكل خالص كل اللي هتقدر تعمله هتضغط على الرابط هيحمل معاك على طول مادايا هنفك الضغط عن الملف بالشكل ده كده طبعا فك الضغط عنه قبل كده بعدها هيظهر لي ملف بالشكل ده كل اللي هعمله هفتح الفولدر بالشكل ده كده هيظهر لي حاجتين الناس اللي هتيجي تفتح الملف اللي تحت ده مع بعض كده لو فتح معي طبيعي كده تمام مافيش مشاكل طيب لو مافتحش ايه اللي عمله هتثبت الملف ده لان ده تعريفات عشان تبدأ تثبت البرنامج بطريقة طبيعية ومافيش اي مشاكل خالص طيب المهم يعني نزلنا التعريفات وفتحنا البرنامج بالشكل ده هنقفل دي كده ونفهم مع بعض ايه هي الخطوات كان الاول في الادايا اللي قبل كده عشان نفك الحماية كان تقريبا ست اجهزة بس اللي كانوا موجودين الفريق الخاص بالاداة تم اضافة مجموعة كبيرة جدا من المعالجات يعني دلوقتي تقدر تفرمط اجهزة اوبو بطريقة سهلة جدا جدا طيب انا معاي اجهاز اوبو عايز افرمطه اول خطوة بتعملها انك لازم تفك الحماية عن المعالج نفسه وبعد كده تقدر تفرمط يا اما عن طريق دونجل يا اما عن طريق وحنعمل سلسلة كاملة لمعظم الاجهزة الدعمة اللي تقدر تفرمطها عن طريق هنزل لكم شرحات كتير جدا الفترة اللي جاية كل الاجهزة كل الاجهزة حتى كل الاجهزة تقدروا تفرمطوها مجانا عن طريق خلينا في موضوعنا النهاردة انا معاي اجهاز وعايز افك الحماية عن المعالج بتاعه علشان اقدر افرمط الجهاز تمام لو انا عارف موديل الجهاز اللي هو رقم المعالج الخاص بالجهاز اللي معايا هاختاره من القايمة اللي هنا دي تمام وهضغط باي بوس تمام لو انا مش عارف هخليه على اوتو تمام وفي الحالة دي ايه اللي هيحصل انا كل اللي هعمله هنا هفصل الجهاز باور نهائي وطبعا الجهاز مش وصل باي حاجة يعني مش موصله بالكابل على الكمبيوتر وبعدها هضغط على زرار رافع الصوت وزرار خافض الصوت مع بعض وحاقوم ضاغط على باي بوس بالشكل ده وفي اللحزة دي هاقوم موصل اليو اس بي بالكمبيوتر وانا ضاغط على زرار خافض الصوت ورافع الصوت مع بعض اول موصل بالشكل ده طبعا التعريفات بتاعتي تمام وكل تمام هيبدأ الجهاز يحمل معايا وحيتم ازالة الحماية عن المعالجة وفي اللحزة دي هابدأ ادخل في المرحلة التانية وهي كيفية فرمات اجهزة اوبو ودي موجودة في شرح على القناة زائد ان انا هابدأ ادفلكو في الفترة اللي جاية ازاي تقدر تفرمت عن طريق الاس بي فلاش تول بكده النهاردة يكون الشرح بتاعنا انتهى ويا ريت ما تنسوش تدعمونا في القناة بالاشتراك علشان يوصلكو كل جديد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة